اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في المركز الثاني والمركز الثالث تراجعت سعيد بن عبدالله بن محمد الهلي المركز الرابع هذه الشاهينية لمطر بن غدير بن محمد المزروعي والمركز الخامس تدخلت هذه زعبيل سعيد بن محمد بن قضيب العليلي هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط يا سلام يا سلام شوف رقص الحقائق شوف الكيلو الأخير الكيلو المتر الأخير يا سلام الله 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 فخامة فخامة بالمركز الأول محمد بن عتيج المقعودي يقدم لنا دائما فخامة في الأصائل وانطلاقات وتحديات جميلة ما شاء الله انفردت بالمركز الأول بدون منافس على الإطلاق ما شاء الله يا سلام المركز الثاني ساير شوي بناخذ 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 الثانية بناخذ الثانية يا سلام شوف التحرك من المركز الثاني هذه هي زعبيل في المركز الثاني سعيد بن محمد بن قضيب العليلي والمركز الثالث أيضا تحركت مرضية لحمد بن سعيد بالصقعة الأغفلي ووصلة رقم 24 اللي هي هيمنة لنواف بن راشد بن حارب السعدي على المركز الثالث يا سلام يا سلام صدرت الأوامر صدرت الأوامر ومرضي غيرت حمد بن سعيد بن حمد بالصقع الغفلي ولكن هيمنة هيمنة من الجانب الآخر تبغي تهيمن على ناموس هذا الشوط الله نواف بن راشد بن حارب السعدي يا سلام يا سعدي الله 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 يا سلام يا سلام يا الزميل تستاهل الفوز وناموس يا سلام وسلام لها للسلطنة سلام على هذا الفوز وعلى هذا ناموس هيمنة نواف بن راشد بن حارب السعدي يفوز في هذا الشوط بهيمنة بأداها الجميل وانطلقتها الرائع بينما المركز الثاني ثاني المراكز من رضي لحمد بن سعيد بن حمد بالصقعة والمركز الثالث فخامة لمحمد بن عتيج المقعودي هذه النتيجة وبقية المراكز حتى الخامسة ما تمكن من رؤية ترقامها تخطف الهجم بسرعة في الأمتار الأخيرة ومع خط النهاية ولكن نعود للتوقيت هيمنة وتوقيتها دقيقتين وتسعة وخمسين ثانية التوقيت كذلك جميل وتهانينا والنعموس يستاهل مالكها اللي هو نواف بن راشد بن حارب السعدي على هذا الفوز والنعموس